الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وأفضل الخلائق وسيد الأكوان وعلى آله ذو العرفان وصحابته أهل الشرف والشان وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين ومن على دربهم سار واستقام وأمر بالمعروف والحق ونهى عن المنكر والباطل ومالان قال الله تعالى في مدح نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت رواه أحمد وغيره وبعد فإنه يطيب لي أن أذكر لكم فصولا موجزة من كتاب طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار للشيخ الدكتور الحسيب النسيب الشريف جميل حليم رضي الله عنه وأرضاه وستكون هذه الفصول موجزة تعبر عن بعض الشمائل المحمدية مع ذكر شيء من سيرته العلية لعلها تذكر العاقل وتنبه الغافل إذ من المفيد لكل مسلم أن يتعرف إلى سيرة وشمائل وأوصاف الرسول الطاهرة ليسير بنور سيرته ويتأسى بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الناس مهما على فضله واتسع علمه وكمل عقله يستطيع أن يحيط بمحاسن هذا النبي الكريم أو يستقصي أنواع كماله وألوان جماله بل إنهم يدعون العجزة عن التعبير أو التقصير في جمع كل تلك المعاني المحمدية والصفات المصطفوية وإن لنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة مستحسنة لأن جميع أحواله عبرة للناظرين وبصيرة للمستبصرين أسأل الله التوفيق والإخلاص في النية والقول والعمل بجاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين